اشتركوا في القناة لو ما خيشت طفل قادر اعرف الدواب اللي باخدك دي ايه ابدا يا سيدي طالية عايز يرجعلي وانا استحال ارجعلي منظور يا سيديان انت اللي عرافك ما يسكيش افندني افندني بس انا بقولي الحقيقة يعني انت شخصية نادرة فعلا اللي عرافك ما يسكيش بعدين انت بتدعلي من مديك ولا ايه عارف مشكلتي يا سيديان ان انا انسانة انسانة عايزة تختار حيات حب نفسها مش عايزة تبقى مجرد حكي التحفة تتشال من هنا وتتحطينا من حقك ما بتعيشي وتختاري تحطي انت بتتكلم بجد يا سيس فوزي طبعا بتتكلم بجد غريبة اول مرة شوف راجل بيقول الكلام ده صابعك من زي بعضها يا سيها وانا مش كنتي بتعاني منها انا كنت بتعاني منها طالقتي كانت متسلطة وحايزاني اقامش على عاجية ما لغبطوك باقولك في ستان قادر انت يا قادر قادرها يا قادرها بس هباقولي الحاجة لانا قلول انهم ربنا خلصني منها سيدياني عايزك لبينك طالب بس ارجو نبتح الجنيش بعد الدحك اللي اضحكتوني ده حاداتك تقول ممكن تغادس اولنا حاجة ده مرسيه مرسيه يا سيهاب اول مرسيه يلا باقي ما لك يا ادم صح؟ مش عايزة تقولي كده؟ صرحان كالعادة في ايه يا ادم؟ في ايه؟ في اللي حصلي واللي لسه يا حصلي يا ابني ما باسبورك جيه وبابا زبطلك كل حاجة وبكرة تسافر وهنا هتحصلك وكل حاجة هتبقى كويسة خلي عندك امل يا ادم يا نانسي الامل ده للناس اللي بتحلم ان ما انا بقتش عارف انام اساسا عشان احلم انا محبش شوفك يا اس كده ده انت انسان قوي ده اللي عملته ده مفيش حد في الدنيا يقدر يعمله بسهولة تعرف يا نانسي مش انا قتلت بس ده ميري مرتاح عشان ربنا عارف انا عملت كده ليه وتعرفي كمان يا نانسي اي دموع في عناي بتبقى ليه مش عشاني ولا عشان الظلم اللي انا بشوفه عشان امي ولا حساد دلوقت تخيالي كده اتحرمت من ابنها وبعد شوية اتحرمت من ابويا واخواتي اخواتي اللي ما يجعلهمش راجل ولا ضهر ولا حد يخاف عليهم بيجي بلون حقهم البركة في اخوي يا يحيا ربنا يا حميد وهنا هنا حلم عمري اللي مش هيكمل لا هيكمل هيكمل يا ايه ده بكرة تسافر وتعيش في بلد بره بعيد عن الخطر وبرقتك تزهر بعدها وهنا هتروح لك وهتعيش حقيقة جميلة وبكرة اللي حصل ده كله يبقى ذكرى تحكيها لولادك في يوم القيام وتضحك عليها ولادي تفتكر يا نانسي ما تبقاش منتشاقم كده يا ادم هسألك سؤال وترد عليها بصراحة هم عمره كنت قاعد كده في اللحظة كنت مدايق ولا حاجة قلت لنفسك انا اين اللي خلاني يعمل ده كله عشان بنتهم صحيح اي واحد تربى على الارض دي كان هيعمل كده انا اعرف كويس جدا ان اللي راحوا ضحوا بحياتهم وحاربوا عشان انا وانت نعيش في امان دلوقتي كانوا جدك وجدي ابويا وابوك كانوا مسلم ومسيحي ما كانوش بيقولوا حاجة غير الله اكبر تحيا مصر انا وانت مصريين يا نانسي اولاد وطن واحد يعني اخوات ما تسألني ايجي السؤال ده تاني ممكن؟ مالك يا الشاي عمال افكر من انبارح في الموضوع العملية دي مشكلة انها مئة الف دولار يعني ستمائة الف جنيه هنجيبهم من ايه؟ ما انا عارف يا حبيب ان شاء الله ربنا علم بالحال كل حاجة هتضب انا حبيعة العربية هيتجيب يعني حوالي خمسين سبتين الف جنيه مش اكتر وانا هكسر الوديع اللي كان بابا عمل هي الله يرحمه هيتجيبي تسعين الف جنيه على شبكتي وشوية السيغل عندي يعملوا خمسين الف جنيه تانيين هتبيع شبكتك طيب يبقى دي خمسين وخمسين وتسعين يعني حوالي مئة وتسعين يعني قولي متين يعني هيبقى فوضل ربعمية الف جنيه لسه انا هبيع الشقة ايوه ما فيش حل تاني الشقة ممكن تجبلها بتاعها تلتمية الف جنيه ونروح نسكن عند بابا بشكل مؤقت يعني لغاية لما ربنا يفرجها ويحلها من عند هو حل كويس بس بالشكل ده احنا حياتنا اتضمارت خالص حياتنا ولا هايدي هايدي اكيد هايدي يبقى خلاص متفكريش في اي حاجة دلوقتي إلا هايدي وبس بس كده هيبقى فوضل حوالي مئة الف جنيه هشام لسه انا ممكن اخد من بابا تلاتين الف جنيه وانا ممكن اخد عشين من ماما انا كمين يبقى اللي فوضل كده يا خمسين اللي فوضل كده خمسين الف جنيه ايوه حبيبي ان شاء الله ربنا حيفكها من عنده يا رب هو علم بنا يا رب انا محلتيش حاجة تاني والله والله محلتي حاجة تاني حبيبي احنا كده قربنا قربنا على المبلغ اللي الدكتور عايزه وان شاء الله ربنا هيفرجها على فكرة انا عايز قولك الحاجة اكيد في حل اكيد في حل بس بس عشان متوترين الحل مش جاي في دماغنا ان شاء الله خير يا حبيبي اذن الله اطلع بس انت ارتاح شوية قبل ما اجهزلكوا الاكل يلا عشان خطر وانتي فكر ان الممكن حتي يجيبوا نفسي ايكم هطلع برشة بسجارة قล mogą تتنظر على زمانày whimي ترجمة نانسي قنقر اتبال بن Larry اشتركوا في القناة